دايماً بنقول على المسرح أنه أبو الفنون ده بمنتهى البساطة ليه؟ لأنه المسرح بيكون دور مهم وفعال ومباشر فيه منقشة المشاكل بشكل مختلف ولو هنتكلم عن المنظور ده أو من المنظور ده تحديداً من أيام انطلق العرض المسرحي التفاعلي ابقى افتكرني على مسرح ساحة الهناجر واللي بيناقش أثر مرض ألزهايمر خلينا أقول لك هو لي سموه أبو الفنون أبو الفنون لأنه هو أقدم فن في العالم حكى الرواية صحيح العالم كله يمكن أقدم رواية مكتوبة هي رواية دونكي شوت دي بقى لها 500 سنة بس المسرح من أيام اليونان أو اليونانيين القدامى كان بيعملوا عروض مصرحية كان فيها موسيق وكان فيها رواية مكتوبة ولكن كانت بتمثل وكان فيها دراما وكان فيها وكان فيها ديكور وكان فيها كل ألوان الفنون لذلك المسرح هو ربما أقدم فن معروف على وجه الأرض جمع كل هذه الفنون وسموه علشان كده أبو الفنون خلينا نرجع للعرض اللي نتكلم عليه المختلف والجديد في هذا العرض أنه عرض مصرح عرائس بس مش للأطفال كلنا عارفين أن مصرح العرائس ربما بيخصص بس الأطفال ده مصرح عرائس للكبار حايز أقول لكم أن احنا دلوقتي يعني حنبهركوا حنشوف نماذج ما شوفنيهاش قبل كده العرض ده يعني بيمزج ما بين العرض المصرحي المعتاد وما بين أيضا صناعة العرائس خلينا نعرف إيقصة العرض ده وإيقصة عرائس الكبار وإزاي نستغلها كفان مخرج العرض معنا الفنان محمد فوزي أهلا بيك أسد محمد أهلا بيك أسد محمد ومعنا أيضا الكاتبة والنقيدة الأستاذة رشا عبد المنم أهلا بيك أسد رشا نورنا وطبع معنا اتضيوف تنين بس مش هنعلن عانهم دلوقتي هنطلقوا مفاجأة لا فلحظة الحسيم بالضبط بس في البداية حابين نعرف من أستاذة رشا تكلمين عن فكرة العرض المسرحي مرض ألزهايمر إزاي تناولتي قصة ابقى فتكرني عبارة عن إيه طيب هي ابقى فتكرني يمكن ما هواش نص بدأ من فكرة مؤلف زي معادة باقي النصوص لأنه كان مبني على أساس هو الورشة نفسها اللي عملها المخرج محمد فوزي في مركز الهناجر للفنون لأن الموضوع متداخل قوي مع التكنيك بتاع العريس اللي هو استخدمه واشتغل عليه ففيه جزء يعني هو طبعا أستاذ محمد فوزي اللي يقدر يتكلم عنه لأنه هو عمل ورشة في مركز الهناجر للفنون خاصة بنوع معين تكنيك معين من العرائس بيستخدم في العلاج عادة يعني مع الأطفال ومرضى التوحد وكبار السن وهو خصص الورشة تحديدا للعرائس اللي ليها علاقة بكبار السن وكانت فكرة الزهاي مرجعية من عند محمد فوزي ومن الورشة وكان الورشة نتاجها عدد من الحكايات وطبعا هو هيتكلم تفصيلا بقى عن الورشة بعد كده بس كان نتاجها تدريب على ارتجال يعني جزء منه ارتجال جزء منه تحريك جزء تمثيل جزء تصنيع العرائس نفسها فالحقيقة أنا الجزء اللي ليه علاقة بالدراما أنا خدت الحكايات اللي ارتجالها المؤديين والممثلين اللي شاركه في الورشة واشتغلت عليها وكان معايا سيهام سانية عبدالسلام سيهام سانية عبدالسلام هي كانت أحد المشاركين في الورشة وهي دكتورة كبيرة وكمان مترجمة وكاتبة واشتغلنا على سيارة الحكاية دي وأنا عملت دراماتورج نهائي للحدود المعالجة جميلة التنفيذ بقى ممكن تعرفنا على الضيوف بعد إذنك ورينك كده لأستاذ نونا يعني زي ما بيقولوا كده الصورة تساوي ألف كلمة ده نموذج لمسرح العرائس المخصص للكبار اللي 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 بتعرض فيه ساحة مسرح الهناجر أهلا بك يا أستاذ نونا أهلا بك يا خبيبي أهلا أهلا سباع الخير أهلا أهلا من وراتنا في سلاح الخير يا مرص أمر يا روح يا أمر والله العظيمة أمن تعكسني من الصبع صبع الخير طب يعني زي ما احنا شفتة كده دلوقتي العروسة نفسها نحنا يعني أنا عيني رايحة معاها unterstützen عيني رايحة مهم في شخص قاعد معنا طب أ takimreiben وأنا أكمل بخضرomm full baix شايف ايه ايه شايف طيب تكلمي عن ماما نونة الفكرة العروسة يعني احنا متعودين على مسرح العرايس ماريونات مطبت وإحنا منتكلم قبلها وقلتلي انه نوع الثالث اسمه اضر عرايس مختلفة تماما وإحنا شايفين فعلا الرايس دي تقدر يعني تقنى حتى الحضور اللي موجود ان هي شخصية الكبار يقدروا يتفاعلوا معاها ويتعاملوا معاها كلمي اكتر عن الورشة اللي حضرتك بتقيمها القائم عليها وعن العرايس دي يعني ومحتاجين ماما نونة كمان تتكلم حاولتني انا خليها تتكلم بس استاذيني كانونة طيب فضل اولا الدورة التدريبية كانت تحت دعم ورعاية القصة الشادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون دي كانت اول يعني نواة لهذه الدورة والدورة دي كانت متخصصة في الصناعة وفي ازاي الممثل كمان يبقى عنده ممثل اخر يقدر يتجاوب معاه ويتناقش معاه ودي احد التقنيات اللي بتقدم ممكن في اوروبا او بشكل مغير بشكل ما بعد الحدثة يعني العروسة دي اصبح بقى لها دور مش بس فكرة الترفيه او فكرة انها بتوصل رسالة تعليمية لا بقى اصبحت لها وجود حقيقي لها دور علاجي يعني اه بالضبط تقدر تبقى وسيط علاجي تقدر ببساطة شديدة تتناول قضايا حساسة جدا خاصة ان لما اكلم حد شبهي يعني الطفل دايما في العرائس الماريونيت دايما بتبقى العروسة صغيرة جدا فتناسب هذي الفئة العمرية خاصة ان في عندنا بقى فئة عمرية احنا انكم مش قريبين منهم كبار السن ومرضة الزهايمر خاصة ان احنا كلمة الزهايمر بتعني فكرة النسيان لأ النسيان عندنا شوية لي معاني متطرقة شوية نسيان السلوك نسيان الحب نسيان العلاقات اللي كان فيها شبكة علاقات جميلة بتصحي بقى الزاي دا بالمعالجة الدرامية بتاعتك دا السؤال الاهم السؤال طبعا دا كان للمتدربين دا كان اول السؤال اللي تسأل لهم ان هو فيه شخصية تانية حتمثل اصادك حتتكلم معاك حيبقى فيها لها قضية هي اللي هتنقشها مش انت اللي هتنقش ازاي هذا الممثل بين كل مشاعر وكل حسيسه وكل النرجسية اللي موجودة للجمهور بيبقى شايفها بيضعها ملك لهذه الشخصية طبعا الفكرة اصلا بدأ من ان احنا ازاي نبقى موجودين مع هذا الوسيط الوسيط اللي هو العروسة والاخر اللي هي الاسرة كاملة ازاي نقدر نخاطب الرجل والمرأة والجد والطفل في آن واحد ودي كانت الحكاية اللي يمكن راشا الاستاذة راشا قدرت تصغها في عرض ابقى افتكرني من مجموعة الحكايات اللي موجودة جوه الدورة اسمها التمثيل والتصنيع بالدمة وهذه العروسة بيطلق عليها القذر او العروسة اللي تعادل بتعادل الممثل البشري يعني بتعمل زي الممثل بالزبط بتعيطه بتضحكه بتعمل كل التفاصيل يمكن دا يمكن دا المسير اكتر في هذا الاتجاه وطبعا الرجل الكبير في السن احيانا بيبقى محتاج حد يعني يخضه ويكلمه المشاعر والاحاسيس اللي بتبقى اللي لحد فيها الزمن في الوش يمكن العروسة دايما بنشوف الناس الكبار بين التجايد اللي موجودة عنده وتأملاته في وشه فاحنا بنحاول كمان يبقى شايف فيها نفسه يبقى قادر يشوف يمكن تزارشها مثلا في مشهد من المشاهد العظيمة دي نونا العروسة فيه نونا حقيقية موجودة كمان في المشاهد ده يعني فيه شخصيتين بيوجهوا بعض في هذه اللحظة انا وانا اللحظات اللي انا ممكن اكون مكنتش قادرين فيها قرار يعني او المثالة تضحي شرح بنعمل ازاي يعني يعني نونا مثلا كان عندها بعض الحاجات في حياتها ممكن مشاكل كبيرة مع جوزها شلبي اللي اتطلقت وسبها وبدأت تعيش حياتها وجابت مكانها عشان تشتغل عليها وتصرف عليها يمكن ده ما قالتوش فضلت محتفظة بيه طول العمر لما قابلت بقى نفسها في نونا بقى فيه حاس مصرحة حتى نونا كان بتقول لها طب انت هتاكل يعني بتقول لها ما تيجي نشرب بقى نجيب عصير بان هجيب لك كل الحاجات اللي بتحبيها واجيب لك شوكولاتة فايتلاها الله طب والسكر هتلاها مجراش يعني حتى الواحد بيبقى عنده حاجات محتاجة يصارح فيها نفسه بس يمكن دي مش قادر يحققها شخصية ألزهايمر عنده تاريخ قديم قوي التاريخ الحديث بتاعه مش موجود فده اللي احنا بنحاول طول الوقت نستدرجه عند هذا الشخص نرجعه تاني للأفكار القديمة والذكريات القديمة والحاجات اللي كانت موجودة عنده ابنه زوجته بنته اعتقد الصعوبة يعني ممكن حد هو بيسمعنا دلوقتي يعتقد انه فكرة انه يكون في قصة بالفعلة موجودة وانا مجرد انه بيجي شخص يعيد سياغتها او بيكتبها بشكل ديالوج او بيكتبها بشكل حوار سهلة لكن بالعكس دي صعبة جدا لان انا باضطر ادخل لتفاصيل التفاصيل واختار ما بين التفاصيل وارسم صورة فالمطوع بيبقى أصعب بالعكس عاما انا بكون ببني قصة من وحي خيالي انا اللي بحط تفاصيلها وانا اللي بحط الصورة لها زائد ان زي ما كان استاذ محمد بيكلم فيه تفاصيل ما بين شخصية بس شخصيتين في نفس الوقت قدرتي تحصري كل ده ازاي وتوصري للتفاصيل دي كلها ازاي هو اصلا الموضوع بتاع المصرحية اللي هو موضوع كبار السن ومرضى الزهايمر موضوع ليه حساسية جديدة جدا والحقيقة انه يعني مش بس عند اللي يعني كلنا بطريقة ما عصرنا تجارب انه ناس في اهالينا كبروا ووصلوا للسن ده بعضهم اصيب بالزهايمر بعضهم حتى لو ما اصيبش بالزهايمر يعني نونا عندنا معندها اصيبا نونا عندنا عندها مشكلة انها فكرة كل حاجة زيادة عن لزوم وانها مش عارفة تتسامح مع حاجات كتير حصلت له ويمكن اللي استدعى فكرة ان احنا نقسم الشخصية على شخصيتين واحدة بشرية حقيقية وشخصية العجوصة هو ازاي ممكن هي تعمل حوار مع نفسها وتوصل في نهايته انها مسامحة نفسها فالفكرة نفسها استدعت طبعا بحث كبير جدا في مجال علم النفس استعنتي بطبيب استعنتي بطبيب نفسي رأيات كتير وكان لنا طبعا اصدقاء اطباء استعنا بيهم سألناهم ومتخصصين حتى في الجزئية دي تحديدا وناس ليهم علاقة بعلم الاجتماع برضو استعنا بيهم لجانب انه انا يعني انا شخصية كان عندي تجربة مع الزهايمر مع والدي الله يرحمه في نهاية فترة حياته فقد ايه الموضوع يعني كان مشحون عواطف ومفعلات ومحتاج مساحتي الحقيقة يعني زي محضراتك قلت الموضوع مش سهل لانك بتحتاجي اولا انه تتعملي مسافك ككاتبة من انك متورط عاطفيا في الموضوع عشان تقدري تنقشيه بجد وتعرفي انت متوجهة لمين بخطابك احنا متوجهين في العرض هنا لفقتين كبار السن نفسهم وقسرهم ازاي نتعامل معهم ازاي ده السؤال الاهم لمستي نتائج لقيتي على الارض استجابة من مرضى كبار السن عندهم مرض ألزايمة الحقيقة ان احنا في جمهورنا في جمهور كتير بيجي من كبار السن وبيجي يشوفوا العرض اكتر من مرة وفي كمان يعني فجئنا بتعليقات كمان من الناس بقى العادية يعني فيه كومنت يعني انا تأثرت جدا وفوزي تأثر جدا بي واحدة كانت كتباة على على بسط خاص بالعرض قالت ان انا جيت حضرت العرض اكتر من مرة وبسبب العرض ده قررت افتكرت جارنا العجوس وخدت ولادي جارنا في بيتنا القديم وخدت ولادي وروحنا زرنا وازاي ان هما لما رحولوا هو قد ايه كان فرحان بزيارتهم البسط ده اثر جدا هو ده دور الفن بشكل عام ونحن نتكلم عن نوع الفن ده تحديدا المسرح المسرح التفاعلي والنوع العرائس حتى المستخدم والطريقة المستخدمة بتتطلب فنان عنده مواهب عنده مواهب حقيقية قادر ان هو يستخدم كل يعني خليني نقول كل آلية عنده انه يقدر يطلع مواهبته الصوت طبقة الصوت طريقة اللغة الجسد كل حاجة تقدر ان هو لازم يستخدمه عشان يقدر يوصل للمشاهدين الموجودين في المسرح ده كمان بالاضافة لطريقة السرد وطريقة الحكي ونقل المشاعر مشاعر حضرتك ومشاعر اصحاب القصص اللي نقلتيها الموضوع صعب مش سهل ووضح انه اللاقة الحقيقة نجاح كبير جدا ودفاول كبير جدا احنا صعداء جدا بجوتكم معانا طبعا وصعداء ماما نونة كمان نورتها في السيديو السابعة نورتين يا ماما نونة قولي اي حاجة والله يترى ان نوريه صباح الخير عليكم ومستنينكم بقى في ابقى في تكرمي انا نونة كل سنة وحضراتكم طيبين نورت بلاتك شكرا جزيلاي